بسم الله الرحمن الرحيم 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 للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لهم من الفضل وما لهم من الحقوق وموقف المسلم مما حصل بينهم رضي الله عنهم تكلمنا عن الإيمان بالله عز وجل وأنه يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فالإيمان بالله الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته وعرفنا معنا توحيد الربوبية وأنه إثبات الخلق والرزق والتدبير والملك والإحياء والإيمات والتصرف في هذا الكون لله تبارك وتعالى وأما توحيد الأسماء والصفات فسنأتي عليه إن شاء الله بالتفصيل وأما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فهو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجهاد ومن أجله خلقت الجنة والنار ومن أجله جاهد الرسل أقوامهم ودعوهم إلى الله عز وجل وبينوا لهم أنه لا نجاة ولا خلاصة للعبد إلا بأن يوحد الله عز وجل في جميع أحواله في عبادته في صلاته في صيامه في حجه في دعائه في ذبحه في نذره في استعانته في استغاثته في كل ما يتعلق بأمور العبادة وبينا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وبينا أن الذين يخطئون في توحيد العبادة ويعتقدون أنه يجوز أن نذهب إلى قبور الأولياء والصالحين وأن نتوسل بهم وأن نستشفع بهم وأن نتمرغ على أعتابهم وأن ندعوهم مع الله عز وجل أو نعتقد أن لهم تصرفاً في الكون مع الله تبارك وتعالى كل هذا من الضلالات ومن البدع التي جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة ببيان الحق فيها وأن الله عز وجل نهى عن عبادة غيره ونهى عن دعاء غيره معه وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحداً وأن من دعا مع الله غيره من الغائبين والأموات سواء كان نبياً مرسلاً أو ملكاً مقرباً أو ولياً صالحاً فلا ينفعهم ولا يضر بل هذا مما يفسد الدين ويفسد الصلاة ويفسد العبادة ولا يقبل الله عز وجل من العبد عملاً إذا أشرك مع الله فيه غيره الله عز وجل كما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك فالشرك هو مفسد للعمل ومبطل للأعمال وهو أخطر شيء وهو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ولذلك ينبغي أو يجب على من سمع هذا الكلام وبيان العقيدة الصحيحة وما جاء في القرآن والسنة أن يبين لقومه وأن يحذرهم من الوقوع في براثن الشرك وعبادة غير الله عز وجل معه والمشركون في الجاهلية يقولون في أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة هم لم يكونوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله فهم لم يكونوا ينكرون الخلق والرزق وتفرد الله عز وجل بالملك والتدبير والخلق والإحياء والإمات والنفع والضر ولكنهم يجعلون هذه الآلهة وهذه الأصنام التي اخترعوها من عند أنفسهم وسنها لهم آباؤهم وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله جاءه وهو في سياق الموت على فراش الموت يريد أن ينقذه من النار بأن يشهد شهادة التوحيد وكان مع أبي طالب عند رأسه أبو جهل وأبو أمية من صناديد الكفر وكانوا يقولون له وهؤلاء جلساء السوء يقولون له ترغب عن ملة عبد المطلب يعني ترغب عن دين آبائك وأجدادك تترك ما كانوا عليه من عبادة الآلهة والأصنام والرسول صلى الله عليه وسلم المشفق على عمه والمشفق على أمته عليه الصلاة والسلام يقول له كلاما جميلا يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله قل هذه الكلمة كلمة التوحيد لأنها هي التي تنقذه من الشرك وتنقذه من النار وهي فيها الفلاح والخلاص والنجاح ومن كان آخر كلامه من الدنيا شهادت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة ما أعظمها من كلمة كلمة التوحيد وهي التي تدل على توحيد الألوهية توحيد العبادة التي من أجله كما قلت لكم أرسلت الرسل لتصحيح عقائد الناس ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان آخر ما قال قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك مع أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويمنعه من الكفار ويذود عنه ولم يستطع كفار قريش أن يصلوا بالأذى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة أبي طالب لأنه كفله بعد موت جده عبد المطلب وضمه إلى أولاده بل إنه فضله على أولاده أبو طالب فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أولاده وأحبه حبا شديدا وهو الذي يقول وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ من خير أديان البرية دينا لو للملامة أو حذار مذمة لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفينة فلما مات أبو طالب اشتد أذى المشركين عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وسمي ذلك العام عام الحزن لأنه توفي أبو طالب وتوفيت خديجة واشتد أذى الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من أسلم معه من الصحابة رضي الله عنهم فهذه الكلمة هي كلمة التوحيد وكلمة الخلاص وكلمة النجاة التي من عاش عليها ومات عليها دخل الجنة ولذلك لا بد أن نفق هذه الكلمة العظيمة وأن ندعو أقوامنا إليها وأن نحذرهم من البدع ومن الضلالات ومن اتخاذ الأولياء والصالحين والذهاب إلى قبورهم وذبح النذور يعني هذا مشاهد في بعض البلدان للأسف الإسلامية من الجهلة ومن الضلال الذين يضلون العامة الذين لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون العقيدة الصحيحة ويعتقدون أن أصحاب هذه القبور وأصحاب هذه المشاهد أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يشفون المرضى ويردون الغايب ويجعلون المرأة تحمل وتأتي بالأولاد وأنهم يجلبون الرزق وأن بهم ينزل المطر وبهم تفرج الكروب فهذا هو الشرك الأكبر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيانه بينا هذا في الدروس السابقة وهو ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل ثم الإيمان بالملائكة والملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة الذي من جحد ركن منها فإنه يكفر والعياذ بالله وهي التي جاءت في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه عن الإسلام بأن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيل هذه أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الدين قال صدقت قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة ليعلم الصحابة الذين كانوا جالسين جاء على صورة رجل أعرابي لا يعرفه أحد ولا يرى عليه أثر السفر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرف أحد من الصحابة وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه في جلسة الطالب العلم المتعلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت قال الصحابة عجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان بعد سؤال عن الإسلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره اللي هي أركان الإيمان الستة التي أيضا يجب الإيمان بها ومن جحد ركنا منها والعياذ بالله فإنه يخرج من الدين قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم قال أخبرني عن الساعة وعن أماراتها فأركان الإيمان الستة أولها الإيمان بالله عز وجل وتكلمنا عن ذلك ثم الإيمان بالملائكة وتكلمنا على جزء كبير من أعمال الملائكة وبينا أنهم عالم غيبي خلقه الله تعالى من نور وأن لهم أعمال يعملونها وأن لهم أمور مكلفون بها أخبر الله عز وجل بها في القرآن الكريم وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأعمال أولا أن منهم حملت العرش والله عز وجل يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فحملت العرش ثمانية من الملائكة وتحدثنا عن واحد منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عظم خلقهم وكبرهم وأن ما بين شحمة أذن الواحد منهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام واحد من الملائكة فقط وأن أرجلهم في أسفل تخوم الأرض هؤلاء الملائكة لهم أعمال كثيرة منها أيضا أنهم الصافون الذين يصفون عند الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة قالوا وكيف يصفون الملائكة يا رسول الله قال يتراصون في الصف ويتمون الصفوف الأول فالصف هذا من أخلاق الإسلام ومن مبادئ التنظيم عند المسلمين وهي عند الملائكة موجودة وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا حتى يوم القيامة ينزل الملائكة صفوفا يحيطون بأهل الموقف الموقف يوم القيامة يجمع الله الأولين والآخرين منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة على صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر تحيط بهم الملائكة لا أحد يستطيع يهرب يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر الملائكة تحيط بالخلق من كل جانب صفوفا 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 ثم يؤتى بالكرسي وينصب ثم ينزل الرب عز وجل للفصل بين العباد فهذا في اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة خمسون ألف سنة فما بالك بالدنيا يعني الواحد مننا عاش ستين سنة سبعين سنة مئة سنة ما هي بالنسبة لليوم الآخر وفقراء المسلمين وفقراء المهاجرين يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام أصحاب الأموال أصحاب التجارات محبوسون يحاسبهم الله عز وجل الدنيا في حلالها الحساب وفي حرامها العقاب فلا يفرح العبد بكثرة أمواله لأن هناك حساب شديد من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن هذه الأسئلة عمره فيما أبناه وشبابه فيما أفناه وعلمه ماذا عمل به وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهذه الأسئلة لا بد أن نعد لها جوابا فالملائكة يصفون خلف الخلق يحيطون بهم فلا يستطيع أحد أن يهرب أو أن يذهب ليس هناك مهرب إلا إلى الله كل إنسان إذا أراد أن يهرب يهرب من الشيء ويبعد عنه إلا الله عز وجل فالهروب إليه الهروب إلى الله عز وجل لأنه هو المنقذ سبحانه وتعالى لا ملجى منك إلا إليك فمن أعمال الملائكة التي ذكرناها أنهم منهم خزنة جهنم ومنهم خزنة النار ومنهم كتبت الأعمال الذين يكتبون الأعمال ومنهم الذين يسوقون السحاب فقد ورد بذلك نصوص القرآن الكثيرة ثم وصلنا إلى الكلام على مهمة ومهام الملائكة ورئيس الملائكة من هو؟ من هو رئيس الملائكة؟ جبريل عليه السلام هو روح القدس تنزلوا الملائكة والروح فيها ليلة القدر الروح هو جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة هل مهمة جبريل فقط في تبليغ الوحي؟ له مهام غير تبليغ الوحي هو الذي ينزل بالوحي إلى الرسل وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من يأتيك بالوحي يا محمد؟ قال جبريل قالوا ذاك عدونا من الملائكة يعني اليهود يعدون جبريل عليه السلام؟ وأنزل الله الآيات قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فالذي يعاد الملائكة هو عدو لله تبارك وتعالى فمن مهام جبريل عليه السلام أنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس عليه الصلاة والسلام وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة في رمضان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل؟ يدارسه القرآن يدارسه القرآن في كل ليلة وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير يعني بالصدقات وبالعطاء وبالكرم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأكرم الناس روية في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة عامر بن الجرح أمين هذه الأمة أرسله إلى غزوة من الغزوات إلى جهة البحرين البحرين هي جهة الأحسان تسمى في التاريخ البحرين التي هي منطقة الأحسان فغزى الصحابة معه وغنموا غنائم كثيرة ثم أتى إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنائم فعلم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا في فقر وفي شدة ليس عندهم شيء من أمور الدنيا فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جلسوا في المسجد وصلوا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة أخذوا يتعرضون له يقفون قدامه وبجنبه ويسلمون عليه فرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم كان يتبسم ويقول أبشروا وأملوا ما يسركم لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين قالوا أجل يا رسول الله قال أبشروا بشرهم عليه الصلاة والسلام وأملوا ما طردهم عليه الصلاة والسلام ولا غلظ عليهم ولا كشر في وجوههم عليه الصلاة والسلام بل تبسم وضحك وبشرهم قال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله وهذا قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وهذا في حديث في صحيح مسلم وفي رواية فتلهيكم كما ألهتكم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لما خرجت نساؤهم وقعوا في الفتنة هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس عطان وأكرم الناس ولما قسم غنائم حنين حنين هي جهة هوازن جهة الطائف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف غنم غنائم كثيرة من الإبل والبقر والغنم وجاءه الناس من الصحابة لتوزيع الغنائم فوزع عليهم هذا يعطيه قطيعا من الغنم وهذا يعطيه قطيعا من الإبل وهذا يعطيه قطيعا من البقر ثم لما نفدت جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تعب النبي صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم على الناس فقال والذي نفسي بيده لو كان عندي مالا كالعظاه يعني كالأشجار هذه الكثيرة لا قسمتها بينكم ولم تجدوني بخيلا كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون حين يدارسه جبريل بالقرآن في شهر رمضان وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل كان يأتيه أكثر من مرة ومرتين وثلاث يأتيه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجيء جبريل وتكراره للنبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين كان في كل رمضان يعارضه بالقرآن مرة واحدة يعني يقرأ القرآن كاملا على جبريل مرة واحدة وفي العام الذي توفي فيه عارضه مرتين فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ولي أم المؤمنين عائشة ما أظن إلا أن أجلي قد حضر يعني قرب أجلي وقرب موتي لأن جبريل جأتاني مرتين يعارضني بالقرآن إذن ما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن قد اكتمل وقد قرأه على جبريل مرتين كاملتين يعرض القرآن عليه كاملا بسوره بترتيبها بتنظيمها بحضور من من الصحابة حضر تلك العرضة من اللي حضر من الصحابة ها يا عبد القادر ها يا أبا منير من حضر عرضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن واحد من الصحابة حضر العرضات يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على جبريل من هو؟ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت ولذلك زيد هو الذي أمره أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما بجمع القرآن في المصاحف وكتابتها كان القرآن محفوظا في الصدور ومفرقا في الرقاع والجذوع النخلي وفي غيرها كان الناس ليس عندهم ورق يكتبون في العظام واللخاف والجلود فأمر أبو بكر وعمر أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن قال لهما كيف أجمع القرآن وهذا عمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هو خير هو خير ولما استحر القتل في القرآن حفاظ القرآن كثر القتل فيهم في معركة اليمامة التي سميت حديقة الموت ومات فيها كثير من حفاظ الصحابة فأتى حذيفة رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله عنه طبعا معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق ومات فيها كثير من القراء ولذلك كان الجمع الأول في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عثمان رضي الله عنه لما سار خلاف بين الصحابة لأن القرآن نزل على سبعة أحرف جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف قريش وكتب المصاحف كلها ووزعها بين الأمصار واحتفظ رضي الله عنه بمصحف عنده في المدينة وسمي المصحف الإمام ويوجد في بعض المكتبات صور من هذا المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه فجبريل من أعماله أنه كان يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة وكيفية أوقات الصلوات بداية الوقت صلاة الفجر متى يكون بدايتها ومتى نهايتها صلاة الظهر بدايتها ونهايتها وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وسنن النسائي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل عليه السلام فأمني يعني صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه خمس مرات يعني جميع الصلوات صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وفي السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت يعني عند الكعبة مرتين طبعا الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فرضت عليه ليلة الإسراء والمعراج فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج فصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة مرتين أول شيء صلى به صلاة الظهر حين زالت الشمس يعني الشمس في كبد السماء ثم زالت إلى جهة الغرب فهنا يدخل صلاة الظهر وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله هذا قبل الساعات ما في عندهم ساعات يقيسون الأوقات بالشمس وبالنجوم وبالشفق الأحمر هذا قياس الصلوات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية للظهر حين كان صلى به العصر حين ظل كل شيء مثله وصلى به المغرب حين أفطر الصائم يعني حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق الأحمر وصلى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم هذا في اليوم الأول في اليوم الثاني هذه أوقات الصلوات الأولى في اليوم الثاني يعلم النبي عليه الصلاة والسلام نهاية الصلوات ما هي آخر أوقاتها قال صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ضعفيه وصلى المغرب حين أفطر الصائم وصلى العشاء إلى ثلث الليل وصلى الفجر حين أسفر يعني قبل طلوع الشمس ثم التفت إلي التفت جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين هذا الحديث رواه الإمام أبو داود والنساء وصححه العلماء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رقاه جبريل حين مرض يعني هذه من أعمال الملائكة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سحر كما في صحيح البخاري سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة ورماها في بئر بئر من آبار المدينة هذا فعل السحر النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر بالسحر كما يتأثر غيره وفي ناس ينكرون يقولون كيف النبي ويسحر لكن هذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد ابن الأعصم اليهودي وكان سبب شفاء وسبب نزول الآيات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لحل العقد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل جبريل عليه السلام كما في صحيح مسلم هذا حديث في الصحيح رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل ذي ومن شر كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وروي أيضا فك السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل عليه جبريل وميكايل فسأل جبريل ميكايل قال ما الذي في الرجل قال مطبوب يعني مسحور العرب تسمي المسحور مطبوب قال من طبه يعني من سحره قال لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة فقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كلما قرأ آية إن حلت عقده فقال الصحابة رضي الله عنهم إذن ماذا نفعل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنزح تلك البئر التي رموا فيها السحر أمر علي بن أبي طالب وبعض الصحابة أن ينزحوا الماء ثم استخرجوا ذلك السحر ثم دفنوا تلك البئر وأراد الصحابة أن ينتقموا من هذا الساحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أحدث شرا وإلا فحكم الساحر حد الساحر ضربة بالسيف حد الساحر القتل لأنه مفسد في الأرض حتى بعض العلماء قال ليس له توبة لما يفعله من الشر والعياذ بالله لأنه والعياذ بالله أشر الأعمال ولكن الصحيح إذا تاب تاب الله عليه فما دون الشرك فهو تحت المشيئة لكن حد الساحر ضربه بالسيف فجبريل وميكائيل رقوا النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا عليه آيات من القرآن شفاه الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة ما تعوذ المتعوذون بمثلهما قل إذا أصبحت وإذا أمسيت هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاث مرات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لا يضرك بأيهن بدأت فذلك اليوم لا يضرك شيء إذا قرأت هذه الآيات فهي حرز لك من الشيطان في ذلك اليوم إلى أن تمسي وإذا قرأتها في المساء فهي حرز لك من الشيطان ومن السحر ومن الجن ومن الأذى حتى تصبح فلا يتركها المسلم فهي أجر عظيم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا ومن يستطيع يا رسول الله قال فإن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن هذا فضل من الله عز وجل علينا أن من قرأ هذه السورة ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كاملا فلا يتركها العبد وهي سهلة وميسرة يقرأها في طريقه في سيارته في مسجده في بيته على فراشه عند أولاده عند زوجته بل يعلم أبناءه ويعلم بناته وينشر الخير في أسرته وفي أهل بيته وأهل مسجده يعلمهم هذه الأدعية وهذه الآيات وهذه الحروز النبوية الحصن المتين الذي إذا فعله العبد فإنه لا يستطيع شياطين الجن وشياطين الإنس أن يصلوا إليه بإذن الله بالأذى أيضا من أعمال الملائكة أنهم حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة بدر وكما في غزوة الخندق وكما في الإسراء والمعراج فإن جبريل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الملائكة في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمعن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله فنزل ألف من الملائكة بل نزل خمسة آلاف من الملائكة في نصر المؤمنين ورآهم بعض الصحابة وكانت نزولهم لتثبيت المؤمنين وتقويتهم وفي غزوة الخندق لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق هي غزوة الأحزاب الذين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم العرب واليهود والمشركون وكلهم أتوا للمدينة لاستعصال الدعوة وللقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ولكن هيهات والله يعصمك من الناس الله ناصر دينه وحافظ رسوله عليه الصلاة والسلام ومؤيد دينه ونزل الملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الله الريح فكفأت قدور الكفار وأقلقتهم وأذهبت راحتهم حتى فروا وذهبوا من المدينة كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأحزاب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الله عز وجل أرسل الريح وأرسل الجنود الذي لم يروها هم الملائكة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من معركة الأحزاب معركة الخندق ونزع السلاح وجلس عند الصحابة فجاءه جبريل عليه السلام وهو متسلح فقال يا محمد نزعتم السلاح إن الملائكة لا زالوا حاملين سلاحهم ناجز اليهود بني قريضة لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريضة بني قريضة من اليهود وكانوا ساكنين في المدينة وكانوا ممن نقضى العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ليس لهم عهد ليس لهم عهد ولا ذمة أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم كلما أرسل الله عز وجل لهم نبيا قتلوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون فهم قتلت الأنبياء فجبريل عليه السلام قال ناجز بني قريضة إن الملائكة لم يضعوا أسلحتهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يصلين أحد منهم العصر إلا في بني قريضة لمناجزة الكفار ثم أنزلوهم وأخرجوهم ونزل حكم الله تعالى فيهم فإذن الملائكة من أعمالهم أنهم كانوا يقاتلون مع المؤمنين ومن أعمال الملائكة أيضا أن جبريل عليه السلام هو الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في فلسطين المسجد الأقصى فصاحبه جبريل أتى بالبراق البراق هو دابة دون الفرس وأكبر من البغل يعني حافره عند مد بصره سرعته لا إله ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم ركبه يقال أن النبي عليه السلام لما أتي له بالبراق أنه عرق خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل ما ركبك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم فركب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وذهب إلى المسجد الأقصى وربطه في الحائط الموجود موجود الآن محل مربط البراق يسمونه حائط البراق لا زال إلى الآن معروف ثم عرج من نبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا يرافقه جبريل عليه السلام كلما مر بسماء سلم عليه مقربوها أيضاً من أعمال الملائكة أن كل إنسان مننا معه قرين من الملائكة وقرين من الجن في الصحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله قال وإيايا يعني معي قرين من الجن وقرين من الملائكة إلا أن الله عز وجل أعانني على قرين الجن فأسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم قرين النبي صلى الله عليه وسلم من الجن أسلم إما أن يكون أسلم يعني دخل في الإسلام أو أنه يسلم منه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمره إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن الله أعانني عليه على القرين من الجن فأسلم فلا يأمرني إلا بخير طبعا قرين الإنسان من الملائكة قرينه من الجن طبعا يتنازعان الإنسان قرين الجن يأمره بالشر لأنه من الشياطين وقرين الملائكة يأمره بالخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشيطان لما بابن آدم وللملك لما فأما لمة الشيطان يعني أنه يمس الإنسان ويأمره ويوسوس له فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه إذا كان يأمره بخير أنه من الله وليحمد الله إذا وجد أن نفسه أنها راغبة في الخير فهذا من فضل الله على العبد فإنه تصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله وليحمد الله عز وجل على ذلك وأما من وجد في نفسه رغبة في الشر وتكذيبا بالحق فإنها لمة من الشيطان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم قال الحافظ بن كثير هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير وأيضا الحديث الثاني كيف تعرف كيف يتسابق القرين الجني والقرين الملكي في توجيه الإنسان قال الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه عند النوم أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر فإذا ذكر العبد ذكر الله عز وجل وسبح وهلل وقرأ القرآن حتى يغلبه النوم طرد الملك الشيطان وبات الملك يحفظه ويكلأه حتى يصبح وذكرنا لكم قصة أبي هريرة مع الحب ومع الشيطان فإذا استيقظ العبد من نومه ابتدره ملك وشيطان أيضا لا ينفكان عنه الله عز وجل يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتي فيقول الملك الملك أمر بالخير يقول افتح بخير ذاكي قل اختم بخير وفي الصباح يقول افتح بخير ويقول الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني وأذن لي بذكره الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالتا إن أمسكهما من بعده الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه طرد الملك الشيطان وظل يحفظه هذه الأحاديث كلها توجهنا إلى الإكثار من الذكر والإكثار من التسبيح والإكثار من الخير وتقرب الملائكة منا ما دمت ذاكرا لله عز وجل تاليا للقرآن مسبحا مستعينا بالله مكثرا من ذكره فالملائكة تحيط بك ففي قرب الملائكة منا خير وقد سبق أن جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم قال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فقد وكل الله عز وجل أيضا غير الملك القرين بكل إنسان ملكين حاضرين لا يفارقانه أبدا يحصيان أقواله وأعماله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قيل إن هذا اسمه رقيب وهذا عتيد وقيل إنه وصف لهذين الملكين فالرقيب يعني إما أن يكون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد القعيد هو المترصد عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني قاعدان يترصدان له فالرقيب مترصد وعتيد مراقب يكتبان على العبد كل ما يقوله وكل ما يفعله وهذه الملائكة موكلة بالإنسان بكل ما يصدر عنه وسيأتينا أنهم يكتبون عنه حتى قوله أكلت وشربت وذهبت ونمت في كلام يقوله الإنسان ليس له له وله عليه هذه لا تكتبها الملائكة تكتبها ثم تمحوها لأن ليس فيها لا حسنات ولا سيئات تقول ذهبت إلى السوق ورجعت إلى كذا نمت وقمت لكن الذي يكتب هي الحسنات والسيئات ففي الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات عليا في الجنة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة أو أبعد ما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله هذا الحديث روه البخاري وهذا يبين خطر الكلام وخطر اللسان ما فيه شيء لا بد من حبسه من اللسان اللسان هو أهم شيء وأهم عضو في الإنسان يقال كما في الحديث أن الأعضاء كلها إذا قام العبد من النوم قالت له يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب معاذ رضي الله عنه لما قال له أمسك عليك هذا أمسك لسانك قال معاذ يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فرب الإنسان يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا إما يغتاب إنسان أو يتكلم في عرض شخص أو يكذب يقول كلاما غير صحيح أو شائعة ينشرها بين المسلمين تسبب لهم القلق والحزن وتشغلهم عن ذكر الله وعن العبادة كما تشاهدون في مواقع التواصل في تويتر وفي غيره من الفيسبوك ومن الواتس وغيرها هذه كل الأشياء التي على الشبكات هذه يأتي واحد يقول لا يهمني خلني أنشر هذه الشائعة وخلنا فلان مات من المشاهير فلان قتل فلان جاء حادث فلان جاء كذا هذه من الأمور التي لا يجوز للمسلم أن ينشر هذه الشائعات بين المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليكذب بالكذبة تبلغ الخافقين ما يتبين فيها يعني ما يتأمل في كلامه العبد مسؤول عن كلامه وعن ما يخرج من فيه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيل قال معاذ يا رسول الله أونو آخذ بما نقول قال ثكلتك يا أمك يا معاذ يعني فقدتك يعني هذا كلام عند العرب ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم ويروى أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما أسلمت صفية صفية بنت حيي ابن أخطب وهم الرؤساء اليهود وكانت من السبايا ومن المغانم التي غدمها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وكانت حظية عند النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وغارت منها عائشة وأرادت أنها تنقص من حقها عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت حسبك من صفية تعني أنها قصيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة يزجرها ويحذرها لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته بس قالت قصيرة فما بالك اليوم الولوغ في أعراض الناس واتهامهم بالتهم الباطلة والكذب عليهم وشهادة الزور والكلام الذي هو له وليس عليه فعلى العبد أن يتق الله عز وجل وأن يحاسب نفسه وأن يكون كلامه طيبا يكسب فيه أجرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تحميدة صدقة أمر بالمعروف صدقة نهي عن المنكر صدقة إصلاح بين الناس صدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا في طاعته اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين واحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر اللهم احفظ على هذه البلاد وبلاد المسلمين قيادتها وعقيدتها وأمنها ورخاءها نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام ويبعثنا على الإسلام وأن يدخلنا وإياكم دار السلام ووالدينا وإخواننا وجميع المسلمين أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين